للحد من آفة المخدرات بكافة الوسائل من قبل جميع الجهات المعنية للحفاظ قدر الإمكان على نشأة جيل سوي يتمتع بالأخلاق الطيبة ونشأته على الإيمان والإدراك والتطور أقيم لقاء للحديث عن أهمية الأمر عندما نتحدث عن هذا الموضوع نتحدث عن شيء مؤرق للعالم أجمع واللي تحدثوا فيه الإخوان إنه هاي المشكلة مشكلة عالمية ما في دولة في العالم لا دولة غنية ولا دولة فقيرة ولا دولة ضعيفة ولا دولة قوية إلا بتعاني من مشكلة المخدرات وهي تجارة سوداء في العالم معروفة ففي ناس بتغذى على دماء الناس الطيبين من خلال الإتجار بالمواد المخدرة فإحنا بدنا نكافح هذه الآفة من خلال خلق مجتمع رافض لفكرة المخدرات أصلا إحنا يا أخوان في موضوع الحديث عن المخدرات كثير من الناس بتحدث بالتهويل والزيادة والحكي الكبير لكن لا يضع حل وهذا يعني ما أضفنا قيمة ولا جبنا إشي جديد عندما نتحدث عن مشكلة المخدرات ونصير نزيد وأرقام وكثير وأنا بجوز يعني إلي ما أخذ بسيط هيك بعض مرات بسمعه في الخطاب في الخطبات الحديث عن التهويل الكبير دون أن نتحدث عن تفاصيل فأنا بقول يعني أنه إحنا دائما نتحدث عن الحلول أفضل مما نتحدث عن المشكلة إحنا خلينا أحكي لكم يعني كيف تسلسل المشكلة عندنا في المملكة في 2001 كان عندنا عدد قضايا المخدرات 1300 قضية في عام 2010 صار عندنا عدد قضايا المخدرات 3400 قضية في عام 2017 صار عندنا عدد قضايا المخدرات 13900 قضية في عام 2018 صار عندنا 18400 قضية يعني الأرقام تحكي عن نفسها في مقارنة وقراءة بسيطة ومعدل نمو المخدرات بين عام 2018 لعام 2017 تقريبا 32% فكمشكلة موجودة عندنا مشكلة لكن يجب أن نبحث عن الحلول الدولة الأردنية مهتمة في هذا الموضوع إحنا وضعنا أكثر بكثير من الدول المنطقة ودول الجوار في هذا الموضوع يعني بالمناسبة لكن في شيء عندنا بميزنا إحنا في مجتمعنا الأردني الحساسية عندنا عالية في حديث كثير عن الموضوع المخدرات وأنا بحب أن الناس تحكي ترى لأنه كل ما نظل نحكي كأنه إحنا بنظل يعني مهتمين في هذا الموضوع لأنه في الفترة اللي بنبطل نحكي عن الموضوع بصير الموضوع وكأنه موضوع مقبول لا إحنا بنحكي عن هاي المشكلة مشكلة موجودة وبدنا نساعد في إيجاد الحلول إليها وتأكيدا على أهمية الموضوع فللآئمة والوعاظ والمرشدين دور بارز في توعية المجتمع وتوجيهه لمحاربة آفة المخدرات وجعله مجتمعا رافضا لها من خلال دور الدين وخطب الجمعة التنشئ الصحيحة والدينية وما أمرنا به الله سبحانه وتعالى منذ نعمة الأظفار والتركيز عليها شيء مهم جدا في ترسيخ المفاهيم الأساسية ويمكن استغلالها من خلالكم من منابركم ومن دروسكم من مساجدكم لمحاربة هذه الآفة الآفة الخطيرة جدا ومن هنا تأتي هذا اللقاء الخير مع عضوفته ومعكم التربية شيء مهم جدا وكما تعلمون هناك نقاط أنتم أعلم مني بها التركيز على التربية وتربية الطفل في الإسلام يربى منذ أن يكون في بطن أمه كما تعلمون لذلك التربية والتنشئ شيء مهم جدا وعلينا التركيز عليها كثيرا في ترسيخ هذه القيم وهذه المفاهيم مفاهيم ديننا الحنيف المفاهيم الصحيحة التي تؤدي بنا إلى الخير باستمرار من هنا يأتي دور الأوقاف دوركم في المساجد لأنكم أنتم تخاطبون العقل وتخاطبون الناس وخاصة من خلال دروسكم ومواعظكم في مساجدكم وخاصة أيضا من على منابركم في المساجد لأن توجيه الأمة يوم الجمعة يأتي من خلالكم ومن خلال الندوة تم التأكيد على أن إدارة مكافحة المخدرات ستبقى تتبع نشاطا بمهنية ودون كلل أو ملل بالتعاون مع باقي الأجهزة والمؤسسات المعنية وتوعية الناس من خلال المنابر التي توصل رسائل هامة لرفض المخدرات أسامة بليبلي الحقيقة الدولية